اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر. النهاردة هنتكلم عن مريض سي او بي دي. ازاي بنعالجه في البيت? وعملنا الحلقة اللي فاتت عن المريض لو جالك في الطوارئ بنتعامل معها ازاي? او اتحجز في اسم البطنة بنكتب له ادوية في المستشفى. وتكلمنا كمان عن الفحوصات هناك. وعن عموما وعن انواع فلازم تشوف الحلقة اللي فاتت لان دي اهم ليك لو انت لسه دكتور متخرج وكده. فدلوقتي خلينا نتكلم بقى لو المريض حالته ستيبل وهيروح البيت بتاعه بياخد علاج ايه في البيت ويمشي عليه على المدى الطويل. حلقتنا مخصصة للاطباق حديث التخرج وما تنساش في البداية اعمل لايك للفيديو. بص يا صديق العزيز اول نقطة في العلاج كده واول ما نقول بسم الله الرحمن الرحيم لازم يوقف تدخين. حاجة حيوية جدا. لازم نشجع المريض بتاعنا انه يوقف تدخين ونساعده على كده وانتابعه ونشوف هو وقف ولا لا. وممكن نديله نيكوتين خارجي عشان نساعده انه يوقف تدخين. زي اللبان اللي فيه نيكوتين او اللازقة او حاجات زي كده. ونقلل الجرعات بالتدريج عشان ما يحسش بالاعراض الانسحابية بشكل كبير. ونبقى نعمل حلقة ان شاء الله عن الموضوع ده. فنتأكد انه وقف تدخين. ويبعد بقى عن التلوس والتراب واي دخان. وكمان يبعد عن التدخين السلبي. ما يعودش مع ناس مدخلين. النقطة التانية في العلاج وتعتبر دي الحجر الرئيسي في العلاج هي ان احنا هندي للمريض بتاعنا ادوية بتتاخد استنشاق. وبنحدد المريض بتاعنا هياخد نوع واحد ولا نوعين. ولا لونج اكتنج على حسب شدة المرض وعلى حسب استجابة هذا المريض للعلاج. فلما المريض جاي لك في مرحلة مبكرة والمرض مش شديد معايا والدنيا بسيطة شوية. ممكن ندي له بس حاجة زي مسلا بخاخة اللي هي الفنتال. وقت اللزوء ندي له اتنين بخة عند اللزوء. وممكن يكررها الى ست مرات يوميا ازا لزم الامر. اما لو المريض بتاعنا مش عايز عدد المرات الكتير ده او الاعراض بتاعته لسه زيادة شوية ولم تستجيب في الحالة دي ممكن ندي له حاجة من اتنين. يا اما ندي له يا اما ندي له حاجة زي مسلا زي بخاخات او مثلا ندي له اتنين بخة كل اتنشر ساعة. يا اما هنتدي له زي 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 بخاخات ودي كابسولات بتتحط في الجهاز كده المريض بيكسر الكابسولة وبعدين يشفط محتويا الكابسولة من الجهاز ده كابسولات فممكن ندي له كابسولة كل اتناشر ساعة. يا اما لو هندقي له حاجة زي 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 بخاخات او يعني كابسولات برضو. نفس فكرة كابسولة بتتحط في الجهاز وتتكسر والمريض يشفوتها ودي ممكن نستخدمها كابسولة واحدة كل 24 ساعة لكن المريض بتاعك لو ما تحسنش على المرحلة دي يعني بياخد نوع من النوعين دول وما زالت الاعراض مضايقة والاعراض شديدة معاه ممكن ندي النوعين مع بعض ياما نديله كابسولات استنشاك ايضا ممكن ندي للمريض بتاعنا كابسولة كل اثناشر ساعة او اثنين كابسولة كل اثناشر ساعة اذا لازم الامر طيب لو المريد لم يستجيب على دوين مع بعض سواء لونج اكتنج بيتا اargونست مع انهيلدو كورتيكوسترويد او لونج اكتنج بيتا اجونست مع لونج اكتنج انتكوليونرجيكس في الحالة دي سنتدي الثلاث ادوية مع بعض يبقي لونج اكتنج بيتا اجونست زي بخخات سيرفنت سال ميترول مثلا مع زي بخخات سبريفا مثلا مع زي البودوسينايد مثلا وزي ما قلتلك تعتبر دي اهم نقطة في العلاج دلوقتي النقطة التالتة في علاج هذا المريض هي ان احنا ممكن ندي ادوية عن طريق الفم تساعدنا شوية في الموضوع بتاعنا ده زي مثلا ثايوفيلن زي راس كيبرون تلتمية اس ار او يونيفيلن تلتمية او غيرهم لكن استخدام الثايوفيلن في مريض السي او بي دي قل كتير نظرا للاعراض الجانبية بتاعته الكتير نظرا انه ممكن يحصل منه تكسيستي ونظرا انه فيه ادوية اكتر امانا وفعالية منه فما بقاش الثايوفيلن يتكتب كتير خلي بالك لكن جرعته كانت ارس كل 12 ساعة تقريبا يعني النوع التاني من الادوية اللي ممكن نستخدمه هو الفوسفو داسترس فور انهابتورز وده جميل بقى زي مثلا روفلوميلاست في السوق باسم داكساس او داليفينت وده جميل جدا وبيساعد معانا كتير في مريض السي او بي دي خصوصا الكورونيك برونكايتس بيشنس اللي احنا بنقول عليهم ايه بلو بلوترز ولو عايز تعرف الفرق بقى بين بلو بلوترز وبينك بفرز والحاجات دي شوف الحلقة اللي فاتت زي ما قلتلك المهم انه ممكن يستخدم معانا اكتر في حالات الكورونيك برونكايتس والجرعة بتاعته بتبقى ارس يوميا انه على التالت من الادوية هي حاجة زي المونتلوكاست برضو ممكن يساعد معانا كتير زي السيدوكاست مسلا او المونتكال بيتاخد ارس مساء يوميا اللي هو تركيز عشرة ملي جرام واخيرا بروفولاكتك انتبيوتيكس بعض المرضى ممكن نحتاج نديهم مضادات حيوية على طول المدى دول المرضى اللي بيحصل معهم كتير وعدوى كتير وحاجات زي كده فممكن نديهم حاجة زي بتركيز متين وخمسين ملي جرام مرة واحدة يوميا كويقاية لكن غالبا مش احنا اللي بنكتب النقطة دي قوي طبيب الصدرية هو اللي ممكن نكتبها النقطة الرابعة يا صديق العزيز هي في مرضى في البيت بيبقوا ماشيين على لان بيبقى حصل عندهم مشاكل كبيرة في الرئة ما بقتش ترجع لمستوى الطبيعي ولازم يعتمد على الاكسجين مين المرضى دول اللي اكسجينه اقل من 88% لما تقيس بتاعه بالبالس اوكزيمتر يطلع اقل من 88% وقت الراحة فالمريض ده بيبقى على على مدار اللي 24 ساعة طالما اكسجينه بيبقى قليل ليل ونهار وهو مستريح لكن بعد المرضى بيبقى وقت الراحة اكسجينه كويس وما يحصلوش نقص في الاكسجين غير مع المجهود او مع التمارين في الحالة دي المرضى دول ممكن نديهم اكسجين ثيرابي وقت المجهود فقط كذلك الامر بعد المرضى طول النهار يبقى كويس لكن يحصل مع نقص اكسجين بالليل بس وهو نايم فالمرضى دول برضو ممكن نديهم اكسجين مساء فقط وطبعا ممكن نحتاج نعمل لهم لو انت الشاكك في طبعا هندي للمريض بتاعنا اكسجين ازاي لو هو وقعت في البيت طول الوقت فمولد الاكسجين بيبقى اختيار كويس جهاز بيتحط في الكهرباء وبيركز اكسجين الغرفة ويدي للمريض اكسجين مركز او ممكن لو هو بيخرج من البيت كتير او مش عنده الجهاز ده ممكن ساعتها نعتمد على استوانات الاكسجين وطبعا في حلقة عن العلاج بالاكسجين بتفاصيلها بكل حاجة فيها في العلاج هي مريض سي او بي دي بنتدي له تطعيمات او لقاحات زي اللقاح الانفلوانزا للدهوله كل سنة وزي اللي هو لقاح او التطعيم ضد المكورات الرئوية وده في منه انواع كتير وتفاصيل كتير لكن غالبا بتبقى جرعة واحدة نكررها بعد خمس سنين وممكن لما المريض يبقى عنده خمسة وستين سنة نكررها كمان مرة وهسيب لك رابط كده بيشرح اللقاح ده اللي هو بانواع وجرعاته هسيب لك الروبط بتاعه تحت في الوصف اسفل الفيديو النقطة السادسة في العلاج هي البلموناري ان احنا نساعد المريض بتاعنا نعيش حياة كويسة ونحسن جودة الحياة والحاجات دي فبنهتم بالنيوتريشن التغذية بتاعته لان زي ما تكلمنا قبل كده ان مريض السي او بي دي ممكن يبقى عنده مالنيوتريشن بسبب انها جاني كتير فما بيكلش كويس بسبب الادوية اللي بتعمله مشاكل في المعدة وحاجات زي كده فيبقى جميل جدا لو استشرنا طبيب تغذية يساعد معانا المريض ده وليهم طرق بقى كده وحاجات زي كده بتساعد كتير المريض بتاعنا كمان طبعا اللي هي التمارين تحت المراكبة المريض بتاعنا بنبدأ نخليه يتمشي على مشاية ولا تريد ميل ولا حاجة بيبدأ بوقت قصير وبعدين بنزود مع الوقت ومع الايام نزود المدة شوية وطبعا بنقيس بتاعه عشان لو يحتاج اكسجين نحطه على اكسجين وطبعا بيبقى في مراكز وحاجات متخصصة للكلام ده اكتر شوية المهم ان احنا بنزود الاكسرسايز كاباسيتي بتاعته ان هو يقدر يتمشي ويقدر يتدرب يقدر يمشي لان ده بيحسن كتير من وظيف الرئة وبيحسن من حياته ككل كمان طبعا الدعم النفسي وما الى ذلك النقطة السابعة في العلاج هي الجراحة وغالبا احنا كطباء حديث التخضر وكده ملناش دعوة بالنقطة دي لكن من باب العلم بالشيء في حاجة اسمها ان احنا بنشيل اجزاء من الرئة دي ساعات بتحسن من باقي وظائف الرئة وبتحسن من حالة المريض شوية لكن ليها مضاعفاتها وليها مشاكلها كمان او زراعة رئة برضو دي حاجة مش سهلة وليها مشاكلها وحاجات كتير لكن ده من باب العلم بالشيء بس ويبقى دي اهم نقطة علاج المريض بتاعنا في البيت واخيرا في ملاحظات سريعة بس المريض بتاعك لو انت كتبت له بخاخة او كابسولات تعلمه ازاي استخدمها وتخليه جربها قدامك وفي فيديوهات على انت كتير بتشرح طريقة استخدام البخاخات والكابسولات دي هسيب لك الروابط بتاعتها تحت كمان في جهاز اللي هو ده بيساعد كتير لو المريض مش عارف يستخدم البخاخة كويس بيساعده ان ياخد الجرعة بتاعته كويس المريض بعد ما يستخدم البخاخة او كابسولات الشفط او الحاجات دي لازم يتمضمد كويس ويتغرغر كويس خصوصا كمان لو بياخد انهيلد كورتيكوستيرويد عشان ما يحصلوش عدوى في الفم لو المريض بتاعك ماشي على اكسجين فلازم نعرفه مخاطر الاكسجين وانه ما يقربش من النار يعني والحاجات دي النقطة الخامسة ان السيستيميكسترويدز اللي هو كورتوزيون عن طريق الفم او الحقن مش بيستخدمه في حالات ستيبل سي او بي دي لكن ممكن استخدمه طبعا في سي او بي دي اكساسيربيشن وده تكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت وكده يبقى خلصنا حلقتنا النهاردة هسيب لك مصادر الموضوع في الوصفة اسفة للفيديو وفي النهاية احب اشكركم ما تنساش اشترك في القناة واعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم